اشتركوا في القناة بين الصانع الالماني مرسيدس والعملاق الياباني نيسان حيث استعانت مرسيدس بمركبة البيكاب نيسان ام بي 300 نظارة اما النسخة الانتاجية التي نشاهدها اليوم فحصلت على شبك امامي مختلف محاط بمصابيح ال اي دي ويبدو انه مستوحا من شقيقتها مرسيدس جي ال اي كما حصلت السيارة على لمسات كثيفة من الكروم الفضي وزودت باطارات معدنية من حيث الابعاد الخارجية يبلغ طول اكس كلاس خمسة امتار واربعة وثلاثين سنتيمتر وعرضها متر واثنين وتسعين سنتيمتر وتستطيع نقل حمولة قصوى بوزن الف ومئة كيلو جرام في صندوقها الخلفي كما يمكن لمركبة البيكاب الجديدة من مرسيدس قطر حمولة بوزن ثلاثة الاف وخمسمائة كيلو جرام خلفها وترتفع المركبة عن الارض بمقدار 7.9 انش ومن الممكن زيادة الارتفاع الى ثمانية فاصل سبعة انش ويتوفر في كاب اكس كلاس 2018 بعدة نسخ النسخة الاولى X220D وتعتمد على محرك ديزل ربعي الاصطيوانات بسعة 2.3 لتر مع تيربو ويولد قوة 161 حصان والنسخة الثانية X250D وتعتمد على محرك ديزل ربعي الاصطيوانات بسعة 2.3 لتر مع شاحن توربيني مزدوج ليولد قوة 187 حصان والنسخة الثالثة X200 وتعتمد على محرك بنزين ربعي الاصطيوانات يولد قوة 163 حصان اما النسخة الاخيرة X350D فتعتمد على محرك ديزل V6 يولد قوة 254 حصان و 550 نيوتن متر من عزم الداران وتتصل كافة الخيارات بجير يدوي من 6 سرعات او اوتوماتيكي من 7 سرعات وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات متوفر قياسيا مع امكانية اختيار نظام الدفع الكلي للعجلات كمواصفة اضافية وستتوفر هذه المركبة في الاسواق الاوروبية خلال شهر نوفمبر القادم ان شاء الله وسيبدأ سعرها في المانيا من 43 الف دولار امريكي او ما يعادل قرابة 150 الف ريال سعودي شاركونا اعزائنا متابع عرب جيتي برأيكم في بيكاب مرسيدس الجديد عبر خانة التعليقات المرفقة في الاسفل اشتركوا في القناة